وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا أن يسددني في القول والجواب عندي مكالمات تنتظر تفضلي أختي أم محمد السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي جزء أسئلة مفضلك تفضلي سؤال أول هو صادق كنت تسولتك على الزوجي أنه يريد يشغلي معه ولكن بدون شغل نعم غير بالمرتب صف 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 من زوجي ليش؟ قال لي هو عنده ديون بالضرائد نعم وعايز يسجني في مكتب الشغل يعني ما هو عايز يسجني عنده في الشركة يعني في مكتب الشغل عنده واحد شخص وهو اللي حيدي هذا الراتب من ذك الشخص وذك الشخص هو اللي عايز يرسلي هذا الراتب يعني على حسابي يعني قال لي عشان لما يجول للأصحاب الضرائب ما يحجزوا لك على البيت ولا على السيارة ولا على الآثات اللي في البيت يعني حيجبروا حيلقوا عندك أنت داخل يعني ما حي يسويوا لك شيء نعم مع العلم أني رفضة هذا المبدأ ولكن بغيت نسأل الشرع في هذا الشيء إن شاء الله محمد سؤال الثاني والسؤال الثاني هو يا شيخ هو الزوجي لما كلمني على هذا المسألة ونرفض يعني بدي يقولي أنتنا يهودية أنتنا إسرائيلية أنتنا عايز أغير تأكلي وتشربي بس ما ما تعاونيني أنا يعني شايفاني أغراق في المشاكل وانتنا يعني هذا الكلام يقوله لي بزاف يعني كتير نعم يعني أنت يهودية أنت إسرائيلية يعني ولما أطلب الطلاق منه يعني أنا أكون آثمة على ذلك إن شاء الله محمد تسمعينا الجواب ممكن سؤال الثاني ممكن تفضلي شكرا الله خير هنا في أوروبا بعض الأشخاص لما يكتبوا العقد الزواج في بلدهم يجيوا على هنا ويتبتوه يعني في البلدية أيها ولكن لما تمر بعض سنوات ولا شهور يطلقوا هنا في هولندا لكي يحصلوا على يعني المرأة تحصل على راتب وبيت والزوج كذلك ومثل يعني هذا الشيء جايز ولا لا مع العلم مع العلم أن زوجي كل مرة يعني يقول لي هما للناس يسويوا كذا يعني هو كمان يفكر يعمل هذا الشيء أما محمد يعني هل يجوز هذا أو لا لا طيب هؤلاء الذين يطلقون يرجعون إلى بعض يعني يعني يرجعوا على بعض ولكن بدون يعني يبقوا في نظر للمجتمع الهولندي لأنهم أصحاب طيب يوم محمد إن شاء الله تسمعين الجواب مرحب أختي يسلام لي يا شيخ تفضلي علي السلام عليكم عليكم السلام حياك شيخ عزيز حياك الله علي الله يحفظك شيخ لدي سؤالين إلا تسمح لي تفضل السؤال الأول حكم أن أقرأت الفاتحة للمأموم يعني هل هي واجبة يعني نلقى حرج أن بعض الأمة لا يعطينا فرصة أن تقرأ بعد الفاتحة أن تقرأ في الصلاة الجهرية نعم إن شاء الله السؤال الثاني وتمعت أنها واجبة يعني أنا مكتنع بهذا القول كيف أقرأ أقرأ أبشر يا علي وضح السؤال السؤال الثاني السؤال وضع البسملة يا شيخ سألت أني عندي الإمام الشافي واجبة في الفاتحة و أنا شضع رقم واحد في القرآن إن شاء الله إذا ما هي آية من الفاتحة كيف مكتوب في القرآن رقم واحد بسم الله سأسمع الجواب إن شاء الله السؤال الثاني يا شيخ سمحت أيها أشكر عني مثلا هنا أي يوم أخطر على الإنسان يعني الشرك أم الكفر يعني لو ألاحظ أن القرآن الكريم يتكلم تقريبا من نسبة كبيرة جدا عن الشرك فقط وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم برضو تقريبا لكن لما أحصر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن كانوا المشركين يعني فقط يعبدوا الأصنام لكن لو تلاحظ الكفر اللي عندهم أكثر من ما يتصور يعني تكذيب رسول صلى الله عليه وسلم تكذيب الإنة والنار واليوم الآخر وأقول الملائكة والإناثة كلها كفر هذه إن شاء الله مع ذلك الشرك حق أكثر الله ذكر يعني عن الشرك يعني أخطر من الكفر صحيح يعني إن شاء الله تسمع الجواب بحول الله شكرا لك مرحبا مرحبا أهلا وسهلا تفضل يا محمد أم محمد من ليبيا هلو تفضل يا محمد أنا بتسألك يا شيخ علي أنا جوزي مرات في في لحظة هذا يعني يعني مثلا إنتي لكن أنت شيئا إيش يقول يا محمد إيش يقول يا محمد إرفع صوتك شوي لو سمحت يقول علي لي لك مطلقا لو أنت جرت الشيئ هذا أنتى مطلقا لو أنت جرت الشيئ هذا و لما يهدى بعدين يقولي لا لا أنا رديك لكلامي و الشي هذا عادي يديري هو هل أنا بمثلك هل الطلق عادي نزق أو لا لما أنا نزر الشي هذا مثلا اللي هو منعني عليه في لحظة غضب وبعدين يرد لكلامه و يقولي لا لا أنت يا و يكثر من هذا كثير ما يحلب بالطلاق ها لا كثير ما يحلب بي حتى الأسفل الأسفل لما تسير بيني وبينهم و الشجرة و الكلام و هكي يقولي أنت مثلا تخطر يعني يقولي مثل لو قلت لهذه الخجرة أنت مطلع لجعب طيبا لما بعدين يهدى شوية و هكي و أنا أقولي أنت كيف تسير عليه الحاسة هذه و أنا يعني يقولي لا لا أنت يا عادي الشي هذا يديري و أنا رني أمام ربي رني ينزل عليه الكلام هذا و لني بنعرف اللي أنا مثلا يديري شي هذا هل الطلق هذا ينزل أولا إن شاء الله يا محمد وضح السؤال الأبشري تسمعين الجواب سؤال التين يلا على السريع على السريع أخو محمد على السريع مثلا لما نحلف بالله على مثلا نحلف بالله وبعدين يعني شي هذا يصير يعني أنا حلفت بالغلق أنا نعطي مثلا الأسرة فقيرة عشرة دينار مثلا هل يعني أنا تكون كفت عن الحاسة هذه ولا إن شاء الله يا محمد مرحبا مرحبا حالها سهلة أم نور السلام عليكم عليكم السلام سياتيك عافية سياتيك بالنسبة لقراءة القرآن بوقت السنة بسلاة السنة أي و جتنا سجدة صحة الكلام سجدة بالركعة الثانية من الأولى الثانية أنا عملت إني أنا كملت سبحان ربي العظيم و ميت و ردت رجع السجدة هل هذا عمل لي صحيح أم لا يعني كيف أنت سجدت لما مريتي بآية السجدة سجدت أم لم يسجدت لا سجدت بسجد عادي كيف سجدنا اي سجد عادي يعني قلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هذا الركوع يا أمنور وليس السجود لا لا عرصاني ونزلت سبحان ربي الأعلى أيوة يعني أنت قصدك يا أمنور سجدت للتلاوة بعد ما ركعتي أي غلط هذا يا أمنور كيف تسجدين بعد ما تركعين طيب والسجدتين الثانيات حقات الصلاة إيش عملت فيهم هي أنا ركعة ثانية جتني فيها السجدة أصدك اللكعة ثانية سنة أيوة طيب طيب والركعة الثانية أيوة اللكعة الثانية جتني فيها السجدة أه سجدت تحج سجدت وقلت الدعاء وكملت ورفعت وقلت تشهد وسلمت هل هذا عملي صحيح؟ وجبت سجدتين حقات الصلاة؟ لا طيب أمنور إن شاء الله بشرح لك لك ولي من يشاهدني إن شاء الله كيفية سجود التلاوة في الصلاة قال تعني هل يجوز قراءة القرآن بالفرض؟ إن شاء الله يمنور ودعينا شيخ الله الله يعفضنا وإياك ثبتنا وإياك طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله فيه الجميع الأخت رفاه بالأمس بقي لها سؤال هي سألت سؤالين وأجبت عن سؤالها الأول بقي للسؤال الثاني تقول يعني حديث كل دعاء محجوب ما لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الدعاء صحيح؟ اخترفاه بارك الله فيك أولا ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كل دعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو كل دعاء موقوف حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وما وبعض أهل العلم يصحح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دعاء موقوف حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء ليست شرطا من شروط الصحة الدعاء ولا شرطا من شروط قبول الدعاء وإنما هذا من سنن وآداب الدعاء والمسألة الأخرى أن من دع الله عز وجل دعاء عاما ولم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فدعاءه صحيح ومقبول بإذن الله وأما إذا كان للشخص حاجة الشخص له حاجة وأراد أن يطلبها من الله عز وجل فلا يعجل وإنما يمجد الله ويقدس الله ويقدم التمجيد والتعظيم لله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يسأل الله حاجته يعني إنسان عنده أمر مهم ناوي يفعل شيء وأراد أن يطلب من الله عز وجل تيسير هذا الأمر فيمجد الله ويعظم الله ويأتي بالتمجيد لله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم يسر لي هذا الأمر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء على ثلاثة مراتب المرتبة الأولى الصلاة عليه في أول الدعاء بعد حمد الله والثناء عليه و ثم الصلاة عليه في وسط الدعاء يعني و أنت تدعين أيضا تصلين على النبي صلى الله عليه وسلم و تختمين الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المرتبة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء بعد حمد الله والثناء عليه ثم في آخر الدعاء هذا المرتبة الثانية المرتبة الثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وآله وسلم في أول الدعاء فقط هذه المرتبة الثالث أعيدها طيب نعيدها لكم كأني أرى بعض أخواني و أخواتي يحبون أنهم يعرفون الترتيب أفضل مرتبة من مراتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أولا لما نبدأ نحمد الله يعني مثلا لما نجي ندعو تقول اللهم أني أشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أني أشهدك أنك أنت الله ذا الجلال و الإكرام الحي القيوم رب السماوات و الأرض رب كل شيء و مليك اللهم صلي و سلم على عبدك و نبيك محمد اللهم صلي و سلم على عبدك و نبيك محمد ثم تبدأين بالدعاء في وسط الدعاء تقول اللهم صلي و سلم على عبدك و نبيك محمد ثم في آخر الدعاء تقول اللهم صلي و سلم على عبدك و نبيك محمد هذه أفضل مراتب الدعاء المرتبة الثانية الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء بعد حمد الله وتمجيده و في آخر الدعاء لما ينتهي الإنسان من الدعاء المرتبة الثالثة هو بعد حمد الله و الثنى عليه يصلي على النبي صلى الله عليه ثم يدعو الله عز وجل بعد ذلك أسماء من عجمان بارك الله فيها تقول يعني ما حكم إذا دخلت المسجد يوم الجمعة و الإمام يخطب ماذا أفعل في مثل هذه الحالة أسماء بارك الله فيك صحى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين و صح عنه عليه الصلاة و السلام أنه كان يخطب على المنبر فدخل رجل جاء التصريح باسمه في السنن اسمه سليك الغطفاني فجلس فقطع النبي صلى الله عليه و آله و سلم الخطبة و سأله قال صليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما على هذا من دخل المسجد و أراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا هو هدي النبي صلى الله عليه و آله و سلم أبو براهيم من الشارق يقول يعني واحد عندنا في الدوام ما شاء الله يقرأ القرآن و مثقف و عنده معلومات و عنده شيء من هذا لكن للأسف الشديد يقول ما يصلي هل نأكل من طعامه إذا جاء يقول عمره فوق الستين أبو براهيم بارك الله فيك بالنسبة لهذا الرجل أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه أسأل الله تعالى أن يهديه أسأل الله تعالى أن يمنى عليه بالتوفيق ذلك أن الإنسان في مثل هذا العمر على خطر فالنبي صلى الله عليه و آله و سلم قال أعذر الله إلى مرئن بلغه الستين بمعنى ما بقي عذر يعني ممكن الإنسان في الشباب يصير عنده مراهقة عنده مغامرة عنده شهوات ممكن ممكن و إن كان هذا غير مطلوب لكن عليه أن يجاهد نفسه لكن وصل عمره ستين و مع ذلك يعني لا يعود إلى الله و لا ينيب إليه و لا يتوب من الذنوب و الآثام هذه مسألة تدل على قسوة القلب و تصحر الصدر و جفاف المشاعر و على صدود و إعراض و نسأل الله السلامة و العافية و لذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك هذا الإنسان احرصوا على التلطف معه و تليين القول معه و دعوة إلى الصلاة قراءة القرآن ما تنفع صيام ما ينفع زكاة ما تنفع حج ما ينفع إذا كان تاركا للصلاة فالصلاة أعظم ركم من أركان الإسلام بعد الشهادتين سماها الله إيمانا قال تعالى و ما كان الله ليضيع إيمانكم الصلاة أعظم موضوع يقول بعض الصحابة يقول بعض السلف ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه و أ dunno يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة غير الصلاة الصلاة هي عمود الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام و عموده الصلاة ف إذا هدم العمود ماذا بقي في البنيان الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام بالبناء عمود هذا البناء عموده الصلاة فإذا ضاعت الصلاة ماذا بقي ماذا بقي ولذلك يقول عمر لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة فالصلاة عمود الإسلام و ركن الدين و ركن الملة فعليه أن يتق الله و أن يرجع إلى الله عز وجل و يترك هذا التساهل و هذا التهاون و الله لو ترك قراءة القرآن كاملة على أن يصلي فهو أفضل عند الله سبحانه و تعالى لأن قراءة القرآن سنة مستحبة و صلاة الله و المواظبة على الصلوات روكن من أركان الإسلام ركن من أركان الإسلام وتركوا الصلاة الله عز وجل ذكر هذا في القرآن قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشوات فسوف يلقون غية قال جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قال تعالى فويلوا للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صاحبكم هذا تقول يقرأ القرآن ما مرت عليه هذه الآيات هذه الآيات ما مرت عليه ما قرأها ولا قراءة ثقافة هكذا فإحرص عليه بارك الله فيك ودعوه إلى الله وبينوله خطورة الصلاة وقلوله يعني الآن ما الذي بقي من العمر ما ذهب أكثر مما بقي وعليه أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى بالنسبة للأكل الذي يجيبه لكم يعني إن كان من غير المذبوح الأكل العادي إذا رأيتم أنكم تتلطفون معه وتأكلون من باب تأليف قلبه واحتوائه على أن يعود يعني إلى الصلاة طيب تشكرون وتأجرون ما في بأس أما إذا رأيتم أن لو تركتم الأكل يتأدب وممكن يصلي هذا نوع من أنواع الهجر وهذا يدخل ضمن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فأنت تقدر يا أخي الفاضل أبو محمد أخو أبو إبراهيم عفوا أن تتقدر هذا الشيء ترى هل مثلا لو فعلا أكلت معه واستجبت له ممكن أن يرجع إلى الصلاة وتذكرونه بالله طيب إذا قلتم لا ما ينفع إلا أننا نكون مثلا نهجره في الله حتى يرجع ويتوب ويعود إلى الصلاة افعلوا هذا بارك الله فيكم مع الدعاء له بالهداية أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول أنا أسكن جدة وتيسر لي يعني الحجز إلى المكة لأجل العمرة تقول لكني لا أجد محرم هل يعني ألغي حجزي أم ماذا أم عبد الله بارك الله فيك طبعا بالنسبة للمسافة بين جدة وبين مكة محل خلاف عند العلماء المعاصرين هل الآن بقيت جدة بقي ما بين جدة ومكة سفر ولا لا تعرفين بأن البنيان الآن بدأ يمتد يعني من الجهتين من جهة مكة ومن جهة أيضا جدة حتى بعض العلماء قالوا هذه ليست بمسافة يعني سفر حتى على قول من يذهب بعدم التحديد يعني بعدم تحديد المسافة قال لأن يكاد البنيان يشتبك بين مكة وبين جدة لكن عمونا ومع هذا فأنا أنصحك بإلغاء الحجز حتى تجدين محرما لأنه ليس كل سفر لا تترتب عليه أحكام القصر والجمع مثلا لكون مثلا هذا السفر ما يترخص فيه يؤذن للمرأة بالسفر إلا إذا كان معك رفقة آمنة مجموعة نساء طيبات والحمد لله الطريق آمن فتذهبون ما في بأس في مثل هذه الحالة أما لوحدك لا أم عبد الله تسأل تقول ما حكم قول الإنسان بحق اليوم الفضيل الشهر الفضيل الوقت الفضيل يعني يقول بعدين يقول الله يوفق أختم عبد الله بارك الله فيك أولا بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يحلف فلا يحلف إلا بالله وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وبالنسبة للتوسل إلى الله عز وجل مشروع يكون بأسمائه جل وعلا وبصفاته سبحانه وتعالى ويكون أيضا بالأعمال الصالحة مثل حديث أصحاب الغار أصحاب الغار الذين توسلوا إلى الله تعالى بالأعمال الصالح يعني مثلا يقول اللهم بحبي لك اللهم بحبي لنبيك اللهم بحبي لأصحاب نبيك اللهم بحبي لأمهات المؤمنين اللهم بحبي لكتابك هذا من التوسل المشروع ولله الحمد والمن كذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح كأن تقول يقول الإنسان لآخر أدعو الله لي أو يقول أدعو الله أو ادعي الله لي هذا طيب هذا مشروع ولله الحمد إذن في هذه الثلاثة أما القول بحق فلان أو بحق فلان فهذا كله غير مشروع لأن قول الإنسان بحق الشهر الفضيل أو بحق اليوم الفضيل أو بحق مثلا العبادة الفلانية هذا كله غير مشروع من البدع لماذا؟ لأنه إما أن يكون حلف وإما أن يكون توسل فإذا كان حلفا فقد حلفنا بمخلوق ما يجوز إنسان يقول شهر رمضان مخلوق كيف أحلف بشهر رمضان وكيف أحلف بيوم الجمعة يقول ويوم الجمعة مثلا بحق يوم الجمعة حلف مثلا وإذا قلنا بأنه توسل إلى الله عز وجل فهذا أيضا توسل بمخلوق ولا يجوز ولذلك الآن نحن لما نقول بحق الشهر الفضيل إذا قلنا بأنه مخلوق ما في الشهر الفضيل هذا من مفعولاتنا نحن ولذلك كيف نتوسل إلى الله بها فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يصححوا ألفاظهم هذه وأشكر الأختهم عبد الله على هذا السؤال لأن هذا منتشر للأسف بعض الناس يقول بحق الشهر الفضيل بحق الليلة بحق اليوم بحق يوم الجمعة بحق كذا أما إذا قصد أنه لا حلف ولا توسل وإنما من باب بيان الحق الذي بين الناس يعني بحق عليك يا فلان كون والد على ابنه يقول بحق عليك ما في شيء هذا ليس حلف ولا توسل هذا كشف للحق الزوج يقول لزوجته بحق عليك الزوج لا حق على زوجته لا تسوينا الشغل الفلاني هذا ما لا علاقة بالحلف ولا بالتوسل أم عبد الله تسأل تقول يعني سمعت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ستكون بعد أثرة وأمورا تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرون قالت تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله حقه وتريد يعني شرح وبيان لمعنى هذا الحديث أختم عبد الله بارك الله فيك هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد حدث النبي صلى الله عليه و آله وسلم أصحابه فقال ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها ما معنى الأثرة الأثرة هي الاستئثار بالأشياء الاستئثار بالأموال بالمناصب بالدنيا يعني سيكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام أناس يستئثرون بالأموال دون الآخرين يستئثرون بالمناصب والدنيا دون الآخرين وأمور تنكرونها يعني ستصدر أمور هي أنتم تنكرونها لأن على غير الهدي الشرعي وأمور تنكرونها وهذا يقصد بأنه سيصدر من بعض ولاة الأمر استئثار و شيء من هذا القبيل فقال الصحابة فما تأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام شخص الداء الداء ذكره سيحصل هذا بعد وفاة ثم لما سأله الصحابة وقد أحسنوا رضي الله عنهم قد أحسنوا رضي الله عنهم حينما سألوا لسلامة دينهم قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال تؤدون الحق الذي عليكم يعني لهم وتسألون الله حقكم فهذا الحديث العظيم يشير إلى منهج عظيم من منهاج أهل السنة والجماعة وهو أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يستسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأشياء والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن سيحصل هناك استئثار بالدنيا وبالمناصب وسيكون هناك أمور منكرة ما العمل الشرعي هل العمل الشرعي الخروج على ولاة الأمور هذا حرام ولا يجوز هل العمل الشرعي هل العمل الشرعي يكون بسبهم على أعواد المنابر أو في أعمدة الصحف أو في المنصات العلامية هذا محرم ولا يجوز طيب ما هو أدوا الحق الذي عليكم يعني لهم واسألوا الله حقكم فمن أخذ حقه وما استطاع الحصول عليه بالطرق النظامية والشرعية لا يجوز له أن يقابل ولاة الأمر بالغش أو الخيانة أو الخديعة أو التأليب عليهم أو إغار الصدور تجاههم وإنما يؤدي الحق الذي عليه لهم ويسأل الله حقه يسأل الله حقه ماذا؟ يقول الله معوضني خير أحيانا يا أخواني وأخواتي المال هذا شر بعض الناس الآن يسعى إلى المال وربما هذا المال سبب من أسباب تلفه وهلاك يسعى بعض الناس إلى المال فهذا المال قد يكون سبب من أسباب ردته عن الإسلام هذا المال قد يكون سبب من أسباب شقائه و لذلك اسأل الله حقك فقد يعوضك الله عز وجل ما هو خير من المال الإيمان السعادة راحة البال تشوفون الآن بعض الناس يبذل ملايين عشان يرتاحه و ليس محصل السعادة يبذل أموال بعضهم عشان ينام مش قادر ينام و لذلك أدوا الحق الذي عليكم أسأل الله حقه ما قال ثوروا ما قال أخرجوا ما قال ألبوا أبدا هذا هو المنهج الشرعي و لذلك كل ما يحصل سواء في السوابق التاريخية و الواقع المعاشر المعاصر إنما هو بسبب معصية النبي عليه الصلاة و السكت النبي عليه الصلاة و السكت ما ترك شيء إلا و بيّنه لنا و علمنا إياه إذا كان النبي عليه الصلاة و السكت علمنا كيف ندخل الخلاء بربكم هل يعقل أنه ما يعلمنا كيف نتعامل مع الواقع الذي يمر على الناس لا علمنا و أرشدنا و أمرنا بالصبر و لذلك قال عليه الصلاة و السلام سيذاد أقوام عن أمة يوم القيامة عن حوض يوم القيامة ذكر حوض حوضه عليه الصلاة و السلام قال سيذاد أقوام عن حوضه فيأقول يا رب أمتي أمتي فيقال له ما تدري ما أحدث بعدك هذا الحديث العظيم في الصحيح اربطه بقول النبي عليه الصلاة و السلام للصحابة لما قالوا يا رسول الله نجالدهم بالسيف قال لا اصبروا حتى تلقوني على الحوض فكأن ارتباط سبحان الله العظيم اصبروا حتى تلقوني على الحوض هناك فعلا تلقى إذا اتبعت النبي عليه الصلاة و السلام أما إذا خرجت و ألبت و يعني شاركت في سفك الدمى شاركت في الفوضى فستحرم من حوض النبي صلى الله و سلم و هذا طبعا هي طريقة الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه و آله و سلم أم عبد الله من السعودية تقول بينها و بين زوجها مشكلة يعني زوجها تقول أنا غير مرتاحة معها و يظهر عشرة طويلة بينها و بين زوجها يضربها و يأخذ أغراضها و شيء تقول أنا أريد الطلاق أطفال تقول أولادي غير راضين تقول أنا الآن هل علي شيء تقول بناتي هم اللي يخدمون أبوهم أنا ما لي علاقة يعني ماذا علي أم عبد الله أسأل الله تعالى أن يفتح على قلب زوجك وأسأل الله تعالى أن يهديه و أن يؤلف بينكما أختي الفاضل عموما أنت لك الحق الكامل الشرعي و القانوني أنك تطربين الطلاق لأنك متضررة لك الحق الكامل و لا يجوز لأحد أن يقف حجر عثرة في طريقي عطقك من هذا الجو الموبوء و من هذه الحياة الصعبة المريرة لك الحق الكامل و ليس لأحد الحق أن يعترض عليك الثاني مدام أولادك يعني طلبوا منك أنك ما تتطلقين يمكن يسبب يعني مفاسد كثيرة و إشكالات طيب رأي العيال طيب أنت مرأة كبيرة و واضح يعني عشرة عمر أنت و سنوات طويلة أنت ما تبحثين عن زوجي الآن فكون الأولاد قالوا لك لا لا تطلقين و ما نرضى خليك مع أولادك و خليك في بيتك لكن بشرط واحد تقولي له اجعلني في حل أنا الحقوق الواجبة اللي لك علي سامحني إذا سامحك و قالك خلاص أنا ما أبغى منك شيء عيشي حياتك و كم لي بقية العمر إذا قالك لا أنا لا والله أبغاك وأريدك و أي حق واجب عليك و مم سامحة لا الطلاق أفضل الطلاق أفضل فإذا رضي بإسقاط الحقوق اللي عليك تجاهه طيب كم لي حياتك مع عيالك و بناتك يخدمونه أما إذا قالك لا ما زلت زوجتي و على ذمتي و أريد و أبغى و شتم و يسب و كذا لا الطلاق هو الحل بارك الله فيك أم محمد من الشارقة طبعا تقول يعني سمعتك في أحد الحلقات في ما يتعلق بتحريك الشفتين في الدعاء يعني تقول بأن اللي ما يحرك شفتيه هذا يعني مجرد حديث نفس أو تأمل تقول طيب في قول الله تعالى و اذكر ربك تضرع و خيفة و أيضا و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها أختي أم محمد بارك الله فيك و أشكرك على المتابعة و أشكرك على الاستفسار و هذا شيء يفرحني و الله أن بعض اللي يتابعوننا في هذا البرنامج يستفسرون و يستوضحون و يحصل عندهم إشكال و يدخلون و يقولون كيف هذا و كذا هذا طيب أختي الفاضلة محمد الله يرضى عليك أولا أنا اللي أذكر قلته في مسألة الصلاة و في مسألة قراءة القرآن بمعنى أن الذي يصلي و هو مطبق شفتيه هذا ما له صلاة لماذا لأنه ما قرأ و القراءة هي تحريك اللسان و الشفتين و لذلك أي إنسان يصلي و هو مطبق شفتيه ما صل أي إنسان يقرأ القرآن من دون ما يحرك شفتيه ما قرأ القرآن هذا يتأمل و ينظر و واضح إذا ننتهينا من هذه المسألة الثانية ما يتعلق بالذكر و الدعاء الدعاء طبعا الدعاء ما هو الدعاء أيضا طلب يا رب و نداء إلى الله عز وجل هذا يلحق بالصلاة و بقراءة القرآن و بالدعاء شخص الآن في قلبه ما يقال بأنه يدعو و إنما الدعاء تقول يا رب اللهم رب و هكذا يبقى عندنا قضية الذكر اللي أشكلت عندك أنت الذكر عندنا على نوعين ذكر القلب و ذكر اللسان ذكر القلب و ذكر اللسان فالقلب يذكر كما أن اللسان يذكر القلب يذكر كما أن اللسان يذكر و لذلك الله جل وعلا في الحديث القدسي قال إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي و إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم و ذكر اللسان المعروف و أفضل أعلى درجات الذكر أن يواطئ القلب اللسان بمعنى أن الإنسان يدعو مستحضر ما في قلبه هذا أفضل الدرجات اختلف العلماء في الرتبة الثانية أيهما أفضل ذكر القلب أو ذكر اللسان على نوعين على قولين قول لبعض أهل العلم أن ذكر القلب أفضل ذكر القلب أفضل قالوا لأنه أكثر إخلاص و بعيد عن الريال القول الثاني قالوا لا ذكر اللسان أفضل قالوا لأن الله تعالى أمر بذكره ذكروا الله ذكرا كثيرا و النبي عليه الصلاة و السلام يذكر الله دائما و يرفع صوته بالذكر صلى الله عليه و Kennedy و رفع الصوت بالذكر له أثر على النفس يرتد على الروح و على النفس بإيمان و شيء عظيم و لذلك قتل فاضلة ما في مانع أن الإنسان يذكر الله في قلبه هو جالس يذكر الله طيب ما معنى ذكر الله في قلبه استحضار نعم الله تعظيم الله التفكر في مخلوقات الله التفكر في عظمة الله هذا هو الذكر أما ذكر اللسان فهو مثل ما يعني يذكر الناس التسبيح والتهليل والتحميد ولا حوله ولا قوة إلا بالله و غير ذلك أما محمد من الشارقة تسأل عن الإنسان إذا اغتسل ثم بعدما انتهى من الغسل نشف أعضاءه التناسلية بالمنشفة تقول هل هذا يبطل الغسل و وضوء الجواب لا في قاعدة عندنا أي إنسان باشر فرجه بحائل ما معنى الحائل مثل الثوب أو الإزار أو منشفة يعني ما لامس و غسل الصحيح و وضوء الصحيح الكلام الذي يذكر أهل العلم في قضية النقض و عدم النقض هذه إذا باشره من دون حائل يعني من دون شيء يحول بين يده و بين فرجه أم محمد تقول هل آثم إذا عطيت شخص مثلا هدية أو تصدقت عليه لأجل دفع الحسد لأنه كثير الحسد و عنده عين قوية و شيء تقول وأنا نية غير الصدقة يعني هل هذا يعني جائز أختم محمد ألا أدلك على ما هو خير وتجمعين فيه بين الحسنيين و الفضيلتين و الخيرين أنويها صدقة أنويها صدقة فتنالين أجر الصدقة و يدفع الله عز وجل عنك شر هذا صاحب هذا الشر و العيادة بالله صاحب العين فليش أنت تحريمي نفسك إذا كان هذا الإنسان يعني عينه حارة مثل ما يقولون و يحسد و كذا و أعطيه بنية الصدق بنية الصدق و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام لما دخل عليه رجل قال من طلق الباب قالوا قال فلان قال بئس أخو العشير فلما دخل أعطاه عليه الصلاة و السلام و لذلك استغربت عائشة فقال يا عائشة إن من شر الناس من يدفع شره بمثل هذا فيجوز للإنسان أن يدفع شر الآخرين عنه بالمال لكن مع هذا أنوي صدقة و النبي عليه الصلاة و السلام قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح الرحم الكاشح يعني القريب المبغض الحاسد الحاقد هذا الصدقة عليه أفضل من الصدقة على غيره بارك الله فيك أم محمد من هولندا طبعا أم محمد عادت فسألت من جديد هي سألتنا في السابق تقول زوجة عند شركة و قال لها بأني يريد أن يسجلها في وظيفة لكن ما تعمل يعطيها راتب تبين بأن صاحبه على أساس موضوع التأمين و عدم ما يتعلق بمسألة البيت و السيارة و كذا لأن عندهم نظام هناك إذا كان عندها وظيفة ما يحجزون مثلا على السيارة و على البيت و على بعض الأمور اللي في البيت تقول ما حكم ذلك أم محمد بارك الله فيك يعني بالنسبة لجوابي ما تغير نفس الجواب السابق الأصل الجواز أنك تشتغلين لكن الأفضل أن يعطونك عمل لا بد أن يعطونك عمل تمارسينه حتى له عمل فكري يقولون لك مثلا فكري لنا بكذا خططي عملي حاجة حتى يكون راتبك حلال أما قضية والله التهرب من الضريبة يعني يوظفونك عشان يتهربون من الضرائب يتهربون من كذا هذا لا يجوز بارك الله فيك أم محمد تقول يعني زوجها يعني هددها يعني خاصة تقول لما رفضت مثل هذا العمل الذي عرضه علي تقول تهجم علي بكلام و قال أنت ما تعاونيني و أنا يعني أغرق في المشاكل و كذا تقول لو طلبت الطلاق في مثل هذا الأمر خاصة و أنه تلفظ عليها بألفاظ لا تليق يعني قال يا يهودية يا كذا يا كذا أم محمد بارك الله فيك و واضح أن زوجك عصبي و واضح أنه ينفعل سريعا و لذلك تلفظ لي ينبغي أن تفهم طبيعة زوجك و أن تناقشينه نقاش بعيد عن الاستفزاز بعيد عن مثل هذا يعني هذا الجو الذي يجعله يندفع إلى مثل هذا الكلام و زوجك قال قول عظيم يجب عليه أن يتوب إلى الله و أن يستغفر الله ما يجوز لمثل هذا الكلام الله عز وجل قال و قول للناس حسن يقول جل وعلا و قل لعبادي يقول التي أحسن يقول الله عز وجل و عاشرهن بالمعروف قل جل وعلا و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و يقول جل وعلا إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فالمقصود بأنه يمسك لسانه و يتق الله و يتوب إلى الله هذا المسألة الأولى المسألة الثانية حاول أن تقنعيه بأنه أنا ما أريد مثل هذا العمل و إذا كان زوجك يعني فعلا محتاج يقول لي لي أبغى عمل واضح صريح ما في شيء من الشبه ما في شيء من الشبه أما إذا كان في شبه لا أنا ما أرضاها فحاول أن تقنعين بعيد عن هذا عموما أنا ما أنصح كي بطلب الطلاق ما دام أن المسألة كلها حول الدنيا و ذكريه ذكريه بالله و قولي له الدنيا ليست كل شيء الدنيا ليست كل شيء و على أن يتوكل على الله و أن يعتمد عليه سبحانه و تعالى وحده و أن يفوض الأمر إليه فالله جل وعلا قال و من يتوكل على الله فهو حسبه من يتوكل على الله فهو حسبه و لذلك المؤمن دائما يفوض أمره إلى الله و يتوكل على الله للأسف الشديد الآن لما ضعف التوكل على الله أصبح بعض الناس للأسف يعني عنده من الإخلاد إلى الأرض و عنده من الخوف من المستقبل الشيء الذي تقول هذا مؤمن و لا غير مؤمن هل إنسان هذا يعني يعتقد بأن الله عز وجل على كل شيء قدير و لما يعتقد ذلك سبحان الله بعض الناس إذا شفت صرفات و أقوال و أعمال تستغرب جدا ما كأن الأمر بيد الله ربنا جل و علا قل و في السماء رزقكم و ما توعدون فورب السماء و الأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون و النبي عليه الصلاة و السلام كما في السنن يقول لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا و تروح بطانة الطير تكتسب ليوم واحد الصباح تخرج و تعود المساء و هكذا اليوم الثاني و لذلك الله عز وجل يرزقها و الرزق يتبع الإنسان كما يتبعه أجله و الله لو كان زوجك في بطن جبل لا أتاه رزقه لو كان في بطن جبل أما ترون الآن بعض الصخر لما يكسر فيه دودة داخل من الذي يرعاها و من الذي يرزقها و من الذي يغذيها إنه الله الرزاق سبحانه و تعالى فقولي له و يهدى و يتوكل على الله و يقرأ القرآن و يعرف حقيقة الدنيا الدنيا هذه ما أحد مخلد فيها أصحاب الأموال إمبراطوريات مالية عنده يعني يصدق عليهم يقال إمبراطور مالي ذهب ما أخذ معا شيء فذكري بالله بارك الله فيك طيب نأخذ هذه المجموعة تفضلي علي 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 يا علي مرحبا مرحبا شيخ اسمعك تسمعني ايه تفضلي سلم سلم يا علي حياك الله شيخ طولي بعمرك حبيت أسأل عن العملة المشفرة ما أدري لو مرت عليك ولا لا اللي تسمى بالكريبتو كورنسي أو البتكوين البتكوين ها هي نعم إن شاء الله علي يزاك الله خير يا شيخ مرحب ومسهلة فضلي إيمان السلام عليكم عليكم السلام لو سمحتني ترات أسألة يلا سؤال الأول أنا محتبنة بنت عمرها سنتين ونص يجوز أن نرضعها كم عمرها سنتين ونص ايه يوز زوجة أخو زوجي يترضعها أنه والدي أنت كفلتها هذه من وين جبتها البنت من الشارجة من الإمارات منها في الشارجة يعني أنتم كفلتها ها هي كفلتها عندي في البيت حيني ايه شاء الله يا إيمان السؤال الثاني أنا يوم أن نشهد قيام الليل ساعة أربعة ساعة أصلي 11 ركعة لو نقف منها يجوز إن شاء الله السؤال الثالث أنا عندي تكون أمانات والأمانات يعني من أخواني ساعة حد يشتاج سلف أنا أعطيه منهم يجوز ولو ما دفعه أنا أنا مجبورة أني أنا أخرمن يعني بس بدون ما تكون في الصندوق يعني أسحل على الأخواني يعني جماعتي نعم أبشري يا إيمان أبشري الله مشكور أرحبا فضلي محمد السلام عليكم شيخ عليكم السلام أفت الله أنا يا شيخ فيك 14 وانا أتصل فيك ولا ترج وانا أقوم في الهواء أنت عندك سؤال الآن ولا تبين تحت الهواء لا والله ما تحت الهواء بس أنت ما تريد على تلفون ارسلي لي رسالة قولي أنا محمد اللي كلمتك ارسلي رسالة وارد عليك إن شاء الله أبشر لقى تلفونك مسكر مسكر جد مرات مسكر إن شاء الله ارسلي رسالة وإن شاء الله بإذن الله أركت تلفوني مفتوحي مرحبا محمد مع عبد الله السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ كنت بدي أسلك ثلاثة أشئلة الله يرضى عليك سؤال الأول لما يقال اقرأ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يعني هذا دليل على حظ القرآن والتلاوة دائما إن شاء الله السؤال الثاني ثلاثة أربع ركعات قبل صلاط الظهر التي تشلطت أربع ركعات قبل صلاط الظهر وأربع ركعات بعدها هل هي التي تحرم جسم الإنسان على النار أعيذنا الله منها جميعا إن شاء الله يا رب العالمين آمين فهل هذه الأشيخ إنه محددة بين وقت الأدان والإقامة ولا في أي وقت لأن هي تحيينة يعني أنا أتكلم الآن إنه سنن يعني كذب مما سننة راتبة يا شيخ نعم نعم مواضح إيوه إن شاء الله السؤال الثالث يا شيخ أنا أمس كلمتك قلت لك على حد مكة يعني أنا بالفعل يا شيخ أنا ما هنزي أحد أطلع معه فخلاص يعني كنت قلت خلاص إنه ما ينفع نطلع مكة خلاص يا شيخ يقول ما ينفع نطلع مكة طيب وسهل السؤال إذا تيسرت يا شيخ وكنت مثلا لأحد من الأموات فهل أنا أقول أنا كده أقول أنا نازلة أعتمر لأبوي لخالتي لخالي يعني المتوفيين يا شيخ ولا ما ينفع تنوين تنوين ولا تخبرين إن شاء الله آخر حاجة يا شيخ الله يحفظك ويفرح قلبك إحنا دائما نذكرك ودائما أنت شوف تحين أنت تقول تفرح لما أحد يعني يسألك ويتدبر معك بالفعل يا شيخ أنت تقول لنا حاجة إحنا نكلم أخواتنا وأخواننا وأولادنا وتعالوا شوفوا لا الشيخ قال كده ما يجوز الكلام هذا ونفحح يعني فجزاك الله خير يا شيخ الله يفكر وإن شاء الله آمين يتعالوا في نيزان حسناتك يا شيخ يا رب جزاك الله خير معبد الله شكرا شكرا الله يحفظك يا رب مع السلام مع السلام أمات الله الكويت تفضلي تفضلي أمات الله من الكويت معان والشيء أبنستفسر أنا جئت أسلي ثلاث العسر أول لك عقاري صورة الفاتحة وصورة ثانية فالركعة الثانية قارت بس الفاتحة نسيت طي وكملت سالتي طي سآل ثاني بخصص خانة الأم هل تعتبر من سلات الرحم اللي واجب على الشخص بيسبب معه سلات الرحم ولا لا إن شاء الله اللي ما يقطع إن شاء الله والثالث شيء يا شيخ لو سمحت إذا مثلا الزوج عطى مبرغ حق زوجته على أساس يعطيه الفقير الفقير هذاك نفسه يعني مو محتاج في ذاك الوقت لأنه يتواصل معها لما يكون محتاج فهي قالت أوكي يعني إن شاء الله وكل شيء بس ما ما عطتها قالت حلاص لما الفقير يبق عليه يقول أنا محتاج وعليه أطرش له مع نفسها يعني آخذ السؤال آخذ السؤال إذا شخص من النوع اللي ما يعرف لا يناثق ولا يجامل بس لما يرد على اللي يتحدث معاه يتكلم معاه يكون شوية في جفة في الكلام وكساوة ويقول لا أنا ما عارف أنا فقوة جامل هذا ردي ما عالي شرطا فشنو يعني يعني أهل عليه شيء ولا عادي ما عنده مشكل إن شاء الله شكرا أهلا سهلا وصالح السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله عليكم الخير والعافية والنور والرضا والله إن شاء الله يحفظك عندما يكون الإمام يعني في الشخد الأوصب وعندما يتهيأ إلى المقام يكمل الصلاة هل يجوز المصلي أنه يعني يقوم قبل الإمام يقول الله أكبر ينهض من تشاهد الأول نعم إن شاء الله إبو صالح عندما نشوف الإمام يعني متهي للوقوف بعض المصليين يعني واقف قبل يقول الإمام الله أكبر أبشر إبو صالح السالف ثاني الله يحفظك هل هذا يعتبر إيمان من قال علي الله إن هذا صدق علي الله إن هذا صحيح إن شاء الله أبو صالح يأ يسلمكم الله مرحبا مرحبا طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع عم محمد من هورندا بارك الله فيها في سؤالها الأخير تقول يعني في أوروبا بعض الأشخاص لما يكتبوا عقد الزواج يذهبون إلى البلدية و يسجلون ثم يطلقون علشان يحصلون على مساعداتهم أصلا متزوجين في بلدهم هل هذا جائز أخت الفاضلة هذا محرم ولا يجوز لا يجوز للإنسان أن يتلاعب بالطلاق ولا يجوز له أن يتحايل عليه هذا كله من الأمور المحرمة فأي شخص زوجته معه عقد عليها في بلده ثم سافر ثم ذهب إلى البلدية أو أي مكان و طلقها لأجل حصول علماء ثم رجع إليها من دون أن يتلفظ بترجيعها فهذا يعيش معها في زنا والعياذ بالله أما إذا طلقها طلق واحد ثم راجعها في العدة الرجوع الصحيح لكن يبقى عليه طلقتين لابد أن يفهم هذا الشيء و إذا كان قد طلق في بلدي طلقتين ثم لما وصل عندكم في البلد طلقها لأجل حصول على المساعدات بانت منه بينونة كبرى نسأل الله أن يهدي الجميع علم السعودي يسأل عن حكم قراءة المؤموم خلف الإمام في القراءة في الصلاة الجهرية يقول يعني أنا أرى بأن يعني يقرأ لكن الإمام ما يترك لنا مجال علي بارك الله فيك طبعا أنا أجبت على هذه المسألة كثيرا وأطلت الكلام فيها و في بحثها عموما أختصر لك المسألة بالتالي أولا بالنسبة للإمام السنة للإمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة مباشرة بحيث يبقي فقط زمن قصير لاسترداد النفس طيب من وين هذا لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا بأنه كان يسكت بعد الفاتحة سكوتا طويلا ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام و إنما كان يقرأ مباشرة صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني هل يجوز للإمام أنه بعد الفاتحة أن يسكت فترة زمنية يمكن المأمومين من قراءة الفاتحة الجواب نعم بل بعض العلماء ذهبوا إلى سنية ذلك أخذا من حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أظنه أبي سعيد الخدري يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام يفهمها و ليس نص ظاهر أو صريح أنه كان يسكت بعد الفاتح هذا الأمر الأول هذا المسألة الثانية المسألة الثانية فيما يتعلق بقراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية هل إذا الإمام و واصل القراءة هل المأموم ينصت أم يقرأ قولان لأهل العلم القول الأول قال ينصت لقول الله جل وعلا و إذا قرع القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قرأ فأنصت قالوا بأنه لا بد أن ينصت و تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم القول الثاني قالوا لا يقرأ حتى لو كان الإمام قد شرع في قراءة ما زاد عن الفاتح و ذلك لما جاء في المسند و السنن أن النبي عليه الصلاة و السلام قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب فقالوا بأن هذا الحديث هذا الحديث قيد الإطلاق لا تقرأ خلفي قيده بقراءة الفاتح أو النصوص الأخرى العامة إلا الفاتح إلا الفاتح و هذا الذي أنا أفت به أن المأموم يقرأ الفاتح كيفية قراءة الفاتح تقرأها و الإمام يقرأ و أما من لم يقرأ شخص يقول أنا ما أقرأ و يأخذ بالقول الثاني أو أنه يقول ما استطعت أقرأ مع لي شيء صلاة الصحيحة و لله الحمد و المنه بالنسبة للبسملة يا أخوي علي الله يرضي عليك و يبارك فيك طبعا محل خلاف بين العلماء و فيها أقوال من حيث كونها آية و ليس من حيث كون الجهر بها هذه مسألة ثانية هل يجهر بها أم لا تعرف المسألة هذه الآن هل هي آية من الفاتحة أم لا ثلاثة أقوال قول أنها آية من الفاتحة و قول ثاني أنها ليست آية من الفاتحة و لا من القرآن إلا في سورة النمل إنه من سليمان و إنه باسم الله الرحمن الرحيم و القول الثالث قالوا بأنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور و هذا هو الراجح و هذا هو الراجح و لذلك الفاتحة أول آية الحمد لله رب العالمين و كون البسملة هي رقم واحد في المصاحف الموجودة هذا اصطلاح اصطلع عليه يعني من يطبع المصاحف و الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال قال الله جل و علا في الحديث القدسي في الصحية قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين و لعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حميدني عبدي و إذا قال و إذا أخر بمعنى أن هذا الحديث القدسي فيصل في هذه المسألة و أن البسملة ليست آية من سورة الفاتح و إنما آية مستقلة جاءت للفصل بينه السور بارك الله فيك علي يسأل يقول أيهما أخطر الشرك أم الكفر يقول لأني أرى بأن أغلب نصوص القرآن تتحدث عن الشرك و الكفر كان موجودا يا علي بارك الله فيك الشرك و الكفر ظلمات ظلمات فوقها بعض ظلمات فوقها فوق بعض بعضها فوق بعض الشرك و الكفر ظلمات بعضها فوق بعض و لذلك الشرك و الكفر يعني هو من الأمور التي يخلد الله جل وعلا فيها أصحابها في نار جهنم نسأل الله العافية و السلام و قضية يعني يكون آيات الشرك أكثر لأن الغالب الغالب في الفترة المكية كان الشرك هو الذي ضارب بأطنابه و هو المنتشر بينه و لذلك جاءت النصوص و كذلك الكفر بالله عز و جل فمن لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر بالله من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة و السلام فهو كافر بالله لأن الكفر طبعا العلماء لما يأتون إلى التعريف مثلا الشرك ما هو أن تجعل لله ندن و هو خلقك و هذا أعظم الذنوب و أشدها الكفر مأخوذ من طبعا يقال عن المزارع كافر لماذا لأنه يكفر الحب يعني يغطيه فالكفر هو التغطية تغطية يعني بمعنى أن ينكر الإنسان كثير من الأمور أو بعض الأمور التي هي معلومة من دين الإسلام بالضرورة أو أكفر الله جل وعلا من أنكرها من أنكرها و لذلك الكفر و الشرك ظلمات بعضها فوق بعض و أصحابها مخلدون في نار جهنم نسأل الله العافية و السلامة أم محمد من ليبيا تقول زوجها في لحظة غضب قال أنت مطلقة لو فعلت هذا الشيء و بعدين يقول لي لا أنا غضبان و بين الله عز و جل و شيء من هذا القبيل و شيء من هذا الأمر أختي محمد بارك الله فيك أولا لا يجوز للرجل أن يلعب بالطلاق و لا أن يعبث به فالله جل وعلا قال و لا تتخذ آيات الله هزوة و أي رجل حقيقة يجعل الطلاق على لسانه هذا إنسان على خطر و ما يدري هو يعيش حياة نظيفة أم حياة غير نظيفة و لذلك أخت الفاضل الواجب عليك أن تطربي من زوجك أن يحضر لك فتوى بحيث يذهب بنفسه إلى العلماء أو القضاة مثلا الشرعيين أو يسافر إلى بلاد يسافر إلى بلاد يلتقي فيها بالمفتي أو بالقاضي لا بد لا بد أن يأتي لك بفتوى شرعية أما قضية الدعاء هو الله أنا ما أقصد و أنا بينه بالربي هذا مردود عليه و لا يجوز له أن يقول مثل هذا الكلام كثير من الأزواج الآن يعيشون حرام و العياذ بالله حياة كلها حرام بسبب هذا العبث يطلق يقول والله أنا ما أقصد كيف ما تقصد الطلاق يعني الله عز وجل قال و أخذنا منكم ميثاقا غليظة العقد الزواج عقد معظم عقد الله عز وجل يعني ما يحل هذا العقد إلا بطريقة شرعية هو الطلاق فلما يأتي الشخص يعبث بالطلاق و يطلق إن فعلت و إن ما فعلت و كذا هذا كلام نسأل الله العافية و السلام و أغلب الذين يجعلون أزواجهم يستمرون في هذه الزوجات لأن الزوجة ساكتة و راضية بهذا الأمر ما تقول لا اتق الله و ما تتمنى عنه و تقول لا تقربني حتى تأتي لي بفتوى يتأدب هنا و يعرف أن الله حق أما قضية والله الصبح يطلقها و في الليل يضاجعها ما كأن في شيء و في الليل يطلقها و في النهار يعني عاشرها كأن المسألة فوضى هذا انتهاك لحدود الله انتهاك لمحارم الله على هؤلاء أن يتقوا الله للأسف الشريد أغلب الحالات تأتينا في البرنامج و في وسائل في الواتس أب فيما يتعلق بأكثرها في هذه المسألة الزواج متهتكين يعيشون حياة فوضوية عبثية ما كأنه يعني هذا الطلاق يعني من شرع الله سبحانه و تعالى و على مزاجه يطلق و بعدين يقول لا أنا غضبان و أنا ما قصدت و أنا كذا و كذا المرأة اللي فعلا تحب تعيش حياة نظيفة تقول لي زوجها عند حدك و روح جب لي فتوى و إلا لست بامرأة لك هنا يعرف أن الله حق و يعرف بأن ما يعبث بالطلاق و ما يستهتر فيه و ما يجعله على لسانه و للأسف بعض الناس الآن يطلق زوجته و ما تدري بنت الحلال مسكينة ليش يعزم واحد حلف بالطلاق بالثلاث إذا ما تغديت عنده و إلا ما تعشيت عنده أن زوجته طالق و هذاك الرجال مشغول عنده تذكر السفر بيسافر عنده ارتباط عنده دوام عنده شيء و بنت الحلال غافلة ما تدري ما تدري يمكن وقع الطلاق لأنه قصد الطلاق حقيق و لذلك اخت الفاضلة بارك الله فيك ليس عندي لك جواب عندي لك نصيحة قولي له لا تقربني حتى يأتي لك بفتوى يذهب إلى أحد طلبة العلم عندكم أو قاضي أو مفتي مثلا و يجرس عندي يقول الله أنا ظالم لنفسي أنا ظالم لنفسي رجل أطلق باستمرار بمجرد أدنى لحظة غضب أثور و يسأل و يجيب كل عدد الطلاق السابق بهذا تعيشين حياة مطمئنة بارك الله و لا يقول أحد و الله هذا يعني تأليب و لا شيء هذا حكم شرعي أيهما أفضل الآن المرأة تطمئن تأخذ فتوى شرعية بحيث أن القاضي أو المفتي يدرس الحالة دراسة و يستوعبها و يصدر للفتوى و لا تبقى تعيش حياة محرمة ما تدري هي تعيش حياة نظيفة و لا غير نظيفة على النساء أن يتقين الله و الله ما ترك ما جعل الرجال يستهترون بالطلاق إلا الزوجات تقول ما همني و هذه هي النهاية و النتيجة أم محمد تقول لما نحلف بالله و يصير هذا الشيء مثلا أذهب فأعطي أسر عشر دننير هل هذه كفارة؟ يا أم محمد بارك الله فيك فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة إطعام إطعام بارك الله فيك ما تعطي النقود تشترين تطعمين عشرة مساكين بارك الله فيك أم نور من الشارقة تقول يعني أنا أصلي السنة و مريت بآية سجدة طبعا أم نور تلخبطت ما عطتنا العلم الصحيح ركعت و سجدت يا أم نور بارك الله فيك أولا سجدة التلاوة سنة و ليس بفريضة الإنسان إذا كان يقرأ في الصلاة و خارج الصلاة و مر بآية سجدة لا يجب عليه أن يسجد و إنما يسن له و إذا ترك السجدة ما علي شيء هذا واحد الأمر الثاني إذا أردت أن تسجدي و قد مررت بآية سجدة تنزلين و أنت قائمة إلى السجود هذه اسمها سجدة التلاوة تضعي رأسك على الأرض تقول سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى و إذا أحببت أن تزيدي سجد وجهي للذي شق سمعه و بصره و صوره ف أحسن صورة تبارك الله و حسن الخالق مثلا طيب ثم تقومين ترجعين إلى القيام و بعدين إذا حبيت تتكملين القراءة كمل القراءة إذا ما حبيت تتكملين أو مثلا رأيتي بأن السجدة في آخر السورة تركعين الله أكبر تركعين سبحان رب العظيم ثم تقول سمع الله و لمحمد تكملين صلاتك بشكل طبيعي سجدتين و بعدين التحيات و بعدين تسلمين انتبهي يا أم نور بارك الله فيك أم نور تسأل عن حكم تلاوة القرآن بالفرض يعني كأن أم نور تقصد القراءة من المصحف أخت الفاضلة لا ما تقرأ من المصحف في الفرض و إنما تقرأين من المصحف في النفل إذا أردتي الأخ علي من أبوظبي بارك الله فيه يسأل عن العمولات الآن الألكترونية الحديثة مثل البيتكوين و غيرها نعم خلاص طيب أخي علي بارك الله فيك الجواب على سؤالك يحتاج إلى وقت و المخرج يقول خلاص انتهى الوقت مع إيمان أيضا و مع عبد الله من السعودي و أمانت الله من الكود أعتذر منكم و كذلك أبو صالح إن شاء الله يوم الأحد لأن غدا الجمعة عندي الإجابة على أسئلة الواتس أب و كذلك يوم السبت يوم الأحد القادم بحول الله يعني نلتقي بكم على خير و نجيب على بقية أو الأسئلة المتبقية السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حملوا الآن من جميع المتاجر الإلكترونية